أشهد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة بالدور المهم والمحوري الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي على أرض المحافظات والمساهمة في تحسين معيشة ملايين الأسر في القرى والنجوع وتوفير العديد من الخدمات الأساسية لهم وخلال الاجتماعي مع أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموي الدكتورة نهى طلعت أشار وزير التنمية المحلية إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب مع المحافظات والتحالف لنجاح الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين كما أكد على الدعم الذي يوليه الرئيس السيسي لشباب مصر ودورهم المهم في العديد من القطاعات بالدولة المصرية خاصة في مجال العمل التنموي والأهلي على أرض المحافظات من جانبها أكدت الدكتورة نهى طلعت أن التحالف الوطني يقوم بتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع المصري من الأطفال والشباب وكبار السن عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات